قال الرئيس سيسي إن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار شملت نحو مليون وتسعمائة ألف حالة ووجه الرئيس سيسي الشكرى لمنظمات المجتمع المدني والهيئات التي تبرعت بأكثر من أربعة مليارات جنيه لكي يتم تخصيص عشرين مليار جنيه خاصة بقوائم الانتظار مبادرة قوائم الانتظار يعني مش عايز أطيل عليكم لك أنا عايز أقول إن هي لم أوردت علي المبادرة دي من أربع سنين تقريبا كان الكلام على 12 ألف مش كده يا دكتور مصطفى كان 12 ألف النهاردة إحنا بنتكلم في واحد وتسعة من عشرة مليون خلال أربع سنين وجسعتها كان الرقم اللي موجود لتخطيط هذه القوائم كان الرقم أقل من الدكتور خالد قال 15 مليار هم عشرين 15 من الدولة وورده هنا لازم أشكر من نظامات المجتمع المدني والهيئات اللي تم قدم التبرع بحوالي أربعة مليار جنيه عشان تحقق تغطية العشرين مليار جنيه بتوعقام الانتظار إذن المبادرات هي أفكار بتحاول تحل تحديات صعبة عشان تحسن من حياة الناس من منظور صحي